السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقالي فترة ما عملتش فيديوهات مباشرة مع الناس من ساعة تقريبا تهزمت الزمالك بالترجل وفوز الآلي على فيتا كلاب في حالة كتيرة الفترة اللي فاتت حصلت ولكن اعتقد ان اسوأ شيء مر علي خالفترة اللي فاتت هو ان القناة الامانة الشديدة معاكم بتمر بازمة كبيرة جدا بتهدد وجودها الازمة دي هتنتهي على خير اتمنى ان شاء الله من ربنا انها تنتهي على خير بكل تأكيد عدت افكر كتير في اللحظة اللي حصلت فيها الازمة دي المفروض ان انا اعمله الناس نصحتني ان انا اعمل قناة تانية الناس نصحتني ان انا ابتدي اجهز نفسي لمشكلة بالشكل ده لكن انا بمنتهى الامانة نفسيا صعب جدا ان انا اعمل قناة تانية بعد القناة دي لا اسمب كتير انا رجل عشري لدرجة لا تتخيلوها والحتة بتاعت العشارية اللي فيا دي يعني بتخليني مرات اه ارتبط نفسيا بالشيء اللي انا عملته لدرجة ان انا بتصورش انه ممكن يسيبني فانا ارتبطت جدا بالقناة دي وارتبطت جدا بالناس اللي هما كانوا ضيوف دائمين على القناة صحيح عددهم ما كانش كبير ولكن ارتبطت بشكل كبير جدا بالناس اللي هما موجودين معايا في القناة استاذ عمد اسم استاذ حسن الهيني استاذ حمد الحديدي استاذ روزي طاقة ميدم مون others مش عايز انسى حد ولكنكل واحد تابعني على القناة هنا وشاركني افكار هوا وشاركني اراؤو وشاركني تصورات وتستاذ ابراهيم الغايلي برضو مش عايز انسى حد طبعا في قدمت الناس والدي وصفة رحات سيد وشقيقي الوحيد حزم اللي شارك معي مجود ضخم جدا وجبار في تغطية كسر العلم الاندية فطبعا من حكم تواجده بالخليج فيعني حقيقي انا صعب جدا جدا ان انا اروح اعمل قناة تانية وابتأ فيها من الصفر ممكن الناس تفتكر ان الازمة انك انت تبدأ من الصفر لكن حبا نفسيا مش مبسوط وزهنيا حزين وانا يعني ما بعرفش اشتغل وانا متضايق ما بعرفش اتكلم وانا متضايق حتى انا يوم حصلت الازمة دي انا ما كنتش عايز اتكلم وانا زعلان او انا متضايق او انا منكسر الازمة تتحلل بنسبة كاميرا ربنا هيسهل ان شاء الله ان شاء الله موضوع بس كل الحكاية انهم احتاج صبر وان شاء الله وقت انتهى الازمة هبلاك ولكن طبعا انا هتواصل لحد ما القناة طول ما القناة شغيرة انا هتواصل معكم مفيش مشكلة وهطرح افكار جديدة مفيش اي مشكلة اه مش عايز حد يقلق من دي لكن بالنسبة طبعا ده هو ممكن يقلق يعني يعني انا الكلمة زي دي ممكن تبقى مصارس وخلايا الناس يعني اول مرة بيخشوا القناة يا ابني دي يقلقوا مني انت اللي بيشوفك عشرين تلاتين واحد ماشي ماشي مفيش مشكلة انا عارف يعني انا عارف بس اللي هو حريص على انه التباني او حريص على انه ايه يعرف رأيي في اي شيء انا بقوله كلام ده موجه لي اه ما تلقش ان شاء الله الى ان اه تبقى القناة الموجودة انا هفضل متاح باذن الله للناس فيش اي مشكلة في هذه المنطقة اه 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 اما الناس تساعدني بيه تساعدني بالدعاء فيه ناس ممكن تعتقد ان حل ان مشتركين زيادة عارف تجيبي مشتركين زيادة ده شيء يساعدني مردول النيش لكن مشتركين فعليين يعني فيه ناس ممكن تقول اه طب نشوف لك عدد ساعة اكتر مش هزعى لكن اه عايزك تشوف عشان تشوف مش عايزك تشوف علشان تعدلي ساعات مش محتاج ان انا عدد ساعات قدم انا محتاج ان انا الناس اه تشوف افكاري حتى اه تناقشني اه طول رأيها في اللي انا بقوله بالسربة او بالإيجاب لكن في كل الاحوال انا اه اه لوك هكمل اه هكمل من خلال فيسبوك بعد كده هسيب اليوتيوب ممكن نرجع اليوتيوب تاني ده لو اليوتيوب لو القناة قفلت ان شاء الله ما تقفلش ان شاء الله تفضل موجودة لكن في جميع الاحوال باذن الله تعالى انا هستمر في التعبير عن نفسي هستمر في الانتقال الى منصات اه جديدة حاولنا انا اشوف منصات جديدة خلال الفترة اللي جاية من باب التنوع او من باب اه توسعة قاعدة المشاهدات او توسعة قاعدة التعارف بالناس يعني دي اهم حاجة بالنسبالي في اه هذا المشروع اللي انا اه بدأته منذ اه عدة سنوات اعتقد سنتين او اكتر لكن في كل الاحوال انا اذا القناة دي لا قدر الله يعني كما لا اتمنى ان شاء الله يعني تستمر اذا لم تستمر فانا بقول لحضركم ان انا بالنسبة لنا مش هكامل على اليوتيوب وان انا هنتقل الفيسبوك اه عن طريق الصفحة لنا بالمناسبة كنت اعملها على القناة يعني اعملها للقناة وهفضل في هذه الصفحة بتاعت الفيسبوك ان شاء الله يعني ربنا يحين ويحليكم اه لكن لحد الحين ان شاء الله القناة تستمر اتمنى اه احتفظ بصدقات الناس اه شيء يسعيني اه نقدر ان احنا نعبر على نفسنا اه بالنسبالي اه يعني اه حيبقى شيء مؤلم ان انا افقد هذي القناة ولكن هحاول ان انا اتواصل مع من يريد ان اتواصل معي اه انا بعتبر ان انا بدفع تمن اه يعني الجهل جهلنا اه في ما يتعلق بالازمة الاخيرة ممكن عشمي اه ممكن اه ممكن يكون اه سحبت شوية من رصيد الستر وارد اه شوية كتير ممكن لكن في كل احوال اه ان شاء الله نرجع او نفضل مع بعض اه كما كنا دائما اه طبعا اه تابع القناة بعد كده معي لحد ما نشوفها ترسل امور على ايه ان شاء الله حبلكم اه نهاية الازمة لما تنتهي في وقتك اه وان شاء الله برضو اللي عايز يكمل التواصل معي هيبقى فيه برضو الصفحة على الفيسبوك اللي هي اه ان شاء الله انا كنت اعملتها بعنوان احمد فرحات ان يوتيوب هحط اللينك بتاعه في صندوق الوصف كالعادة بطور لكن ان شاء الله في فيديوهات جاية اولهم الفيديو اللي بعد الفيديو ده ان شاء الله اه انستنوني مع بعض بحبكم بجدا من قلبي والله وبشكر كل واحد عضع القناة ولولي ثانية اتفرج وحتى خرج مرجاش تاني بشكره يدين في القبط الف شكرا لحضراتكم كلكم وسلام عليكم